اشتركوا في القناة وقالت خارجية الخرطم ان الحكومة السودانية طلبت من نظراتها المغربية مدها بمعلومات موثقة بشأن مقتل مهاجرين يرجح ان من بينهم السودانيين كانوا يحاولون عبور الحاجز الحدودية بين مدينتي النادور ومليليا مبرزا ان وكيل وزارة الخارجية السودانية عقد اجتماعا بالعاصمة مع السفير المملكة محمد ماء العينين ونقشا العلاقات التنائية بين البلدين اضافة الى عظمة المهاجرين في مدينة مليليا وقال بيان الخارجية السودانية ان وكيل الوزارة طلب من السفير موافاة الخارجية بما يتوفر لديهم من معلومات وتثهي لمهمة ثفرة السودان في الرباط لذيارة مراكز الحجز وتوفير المعلومات من الجهات المختصة بشأن الضحايا جراء الاحداث واضافت على لسان وكيل الوزارة ان الخارجية لم تتوصل حتى الان بمعلومات موثقة بشأن اذا ما كان من بين الضحايا مواطنون الثودانيون واوضح المسؤول السوداني ان ما تظهر حكومة بلاد من اتمام بهذه الاحداث يأتي من منطلق واجبها في حماية المواطنين الثودانيين بالخارج في حين قدم الثفر المغربي في الخرطوم تنويرا موجزا عن الاحداث معربا عن الثفر لما جرى كما اكد انه سيتابع باهتمام هذا الملف وسيمد الحكومة السودانية باي معلومات انتصل اليهم في هذا الخصوص وفي غدون ذلك اظهرت وسائل الاعلام السودانية ان المعلومات التي تملك عن الواقع وعن وضع مدينة مليليا عموما ليست دقيقة فبعدها قالت ان الامر يتعلق بمحاولة الوصول الى جزيرة خاضعة للثيادة الاسبانية على الرغم من ان الاحداث وقعت على مستوى الثياج الحدودية البرية بين النادور والمدينة المحتلة كما اعتقدت ان الامر يتعلق باطلاق ناره تجاه المهاجرين على الرغم من ان الثور الضحايا لم تظهر ذلك والراجح ان الامر يتعلق بحالة تعنيف واختناق والثقوط من اعلى الثياج اكد وزير الادماج والامن الاجتماعي والهجرة الاسباني خثيل ويث ايث كريفا ان المغرب يواجه وضعا معقدا للغاية في مواجهة مافيا الهجرة الغير الشرعية والتحكم في تدفقات الهجرة واوضح السيد اسكريفا خلال لقاء نظيمة من طرف مؤسسة بيري تاريس اليوم الثبت ببرشلونة ان المغرب يعاني من تدعيات الوضع الصعف بعض بلدان افريقيا جنوب الصحراء التي تعاني من الحرب والمجاعة وبحسب المسؤول الاسباني ينبغي فهم الوضع في المغرب الذي يواجه ضغطا شديدا للهجرة واشدد الوزير على ان العمل الذي يقوم به المغرب ليس بالسهل لافتا الى ان السلطات المغربية تواجه وضعا معقدة للغاية واكد السيد اسكريفا من جهة اخرى على اهمية ادهار اكبر قدر من التعاطف والحساسية تجاه ظهرات الهجرة وما تعنيها ومنذ محاولة الاقتحام الجمعي للثياج الحدودية على مستوى اقليم نادورة التي تسببت في تدافع شديد ووقوع حالات ثقوط مميتة من اعلى الثياج دعا العديد من المسؤولين الاسباني الى مصاحبة جهود المغرب الذي يتحمل مسؤولياته كاملة في تدبير الهجرة وذلك قضى حمية حدوده وكبح تدافقات المهاجرين الغير الشرعيين وكان رئيس الحكومة الاسبانية بيرو سانشيذ قد دعا الى تقديم الدعم للمغرب الذي يعاني من تداعيات ظهرة الهجرة الغير الشرعية واكد السانشيذ الذي حل ضيفا على برنامج هوي بورهوي على اداعة كادنا ثير ان المغرب كبلد عبور يعاني من اشكالية الهجرة الغير الشرعية وعلينا مساعدة في التصدي لمافية الاتجار بالبشر والتحكم في تدفقات الهجرة والى الجزائر وعلى بعد ثلاثة اشهر فقط من الموعيد الذي حددته الجزائر لعقد القمة العربية على مستوى ملوك وامراء ورؤساء الدول والمحدد في شهر ونبر المقبل لا يبدو ان السلطات هذا البلد قد وجدت حلا لمضوع الخريقة الكاملة للمغرب التي تضع اقاليم الصحراء جزءا من تراب المملكة وهو ما اتضحت معالمه في تونس مؤخرا حينما انسحب الوفد الجزائري من اجتماع عربي احتجاجا على نشر هذه الخريطة على الرغم من ان المنظمين اعتمدوا خريطة سبق نشرتها الجامعة العربية واحتضنت تونس هذا الاسبوع المؤتمر القومي حول التحول الرقمية لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي وفي خلفية منصة المشاركين في الندوة الافتتاحية ظهرت خارطة الدول العربية مقسم حسب حدودها وظهرت الجغرافية المغربية كاملة مع وضع العالم المغربي عليها كما هو الشأن لباقي الدول المشاركة بما في ذلك الجزائر والبلد المنظم تونس لكن هذا الامر لم يعجب الوفد الجزائرية الذي اثر على ان الصحراء ليست جزءا من المملكة قبل ان يغادر المكان وتعقيبا على ذلك قال رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي محمد الكركي في تصريحات انقلتها اداعة مذايكة تونسية ان الوفد الجزائري المشارك في المؤتمر القومي حول التحول الرقمي لتطوير المؤسسات الضمان الاجتماعية انثحب من اشغال افتتاح المؤتمر احتجاجا على غياب حدود واضحة للصحراء المغربية ضمن خارطة الوطن العربية التي اعتمدها فريق تنظيم المؤتمر مضيفا ان الهدف من المؤتمر هو جمع الدول العربية لا التفرق ولا ترتبط الجمعية العربية للضمان الاجتماعي المنظم للحدث بجمعة الدول العربية بشكل مباشر كما انها ليست ذات اهدف ثياثية لكن اعتمادها الخريطة المتبنات من طرف الجمع العربية اعاد الى الاذهان بعد الثمت استمر لاشهر موضوع احتضان الجزائر القمة العربية على مستوى ذعماء الدول والذي قال قصر المرادية ان الموعد المحدد هو نوانبر من العام الجارية بعد ان ظل يؤجل طيلة الثنتين وكانت العلاقات المغربية الجزائرية المتوترة احدى اهم اثباب عدم تنظيمه ويعد موضوع الخريطة المغربية مشكلة مؤرقة للجزائر حيث ان جامعة الدول العربية لا تعترف بعثابة البوليثاريو التي تدعو لها السلطات العسكرية في بلاد الكابرانات وتلقى الوحدة الترابية للمغرب دعما صريحا من عدة دول ذات تأثير كبيرة وفي مقدمة المملكة العربية الثعودية والامارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والاردن ومؤخرا اعلنت ميثر ايضا بشكل ثريح دعمها لوحدة التراب المغربية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة